قصف الجيش الإسرائيلي الاثنين موقعاً تابعاً لحركة حماس في غزة رداً على أطلاق صاروخ عبر الحدود وأكد مصدر أمني في حماس أن طائرات إسرائيلية شنت غارات عدة استهدفت موقعاً للحركة في بلدة بيت لاهية وأسفرت عن أضرار كبيرة من دون وقوع إصابات وكان الجيش الإسرائيلي أعلن أن منظومة الدفاع الجوي اعترضت الصاروخ الذي أطلق خلال الليل من القطاع مشيراً إلى أن طائرات ومروحيات عسكرية نفذت غارات على أهداف تابعة لحماس في غزة وتأتي الغارة الأخيرة عقب ضربات نفذها الجيش الإسرائيلي على موقعين لحماس الأحد رداً على بلونات حارقة أطلقت من القطاع باتجاه الأراضي الإسرائيلية